على هامش القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة بدبي استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عددا من القادة والمسؤولين المشاركين على رأس وفود دولهم المئة والاربعين وتبدل سموه مع الضيوف الحديثة حول جلسات القمة التي تناقش مستقبل الاقتصاد في عصر التورة الصناعية والعشوائية المنظمة ومنهج حكومات المستقبل وكيف تستطيع الحكومات خلق بيئات محفزة للتكنولوجيا ومستقبل العالم والذكاء الاصطناعي في خدمة الصحة وغيرها من النقاشات المثرية بدوره يلتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد أنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولية عددا من المسؤولين المشاركين في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي فقد التقى سموه ماريا فرناندا أسبينوزا جراسيز رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أنهيان الحرص على تعزيز التنسيق بين دولة الإمارات والمنظمة الدولية كما التقى سموه لوران فابيوس رئيس المجلس الدستوري للجمهورية الفرنسية حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات التنائية وتقى سموه كذلك ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك والدور المهم للبرنامج في توفير المساعدات لملايين المحتاجين حول العالم